اشتركوا في القناة الفاعلة ضمن المجتمع الدولي لتحقيق الامن والسلم هي نهج تسير عليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه الذي لطالما تحققت في عهده الزاهر العديد من الانجازات البحرينية الرائدة في مختلف المجالات وما كلمته ايده الله في الجسد الافتتاحية لمنتدى باريس للسلام الا تأكيد على مشاظرة التحديات ودعم المجتمع الدولي على كافة الوجه ان هذا المنتدى الدولي بمحاوره المهمة والمتنوعة يمثل فرصة ثمينة للبحث عن حلول فاعلة لتجاوز التحديات التي تواجه دول العالم اليوم وفي مقدمتها تداعيات جائحة بيروس كورونا كوفيد ناينتين وازمة المناخ كما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وخاصة في مجال التطور العلمي وتحسين الحوكمة العالمية إن الدبلوماسية المعتددة والفاعلة ونهج التعاون والانفتاح على الآخر والاستفادة من التجارب المشتركة هي عناصر مهمة لأي دولة تسعى إلى أن تكون عنصرا فاعلا ومشاركا ضمن المجتمع الدولي فمن تحقيق السلام إلى دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار وإلى العديد من التحديات على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي برهنت مملكة البحرين في العهد الزاهر لجالة الملك المفدى على استجابتها وانخراطها ضمن جهود المجتمع الدولي وأهدافه وهو ما لقي إشادة دولية من العديد من الدول والمنظمات على مستوى العالم ومن هذا المنبر الدولي نؤكد مشاركة مملكة البحرين لدول العالم في جهودها لتحقيق الأمن والسلم الدولي وبناء عالم أكثر أمنا واستغرارا وعدالة ومساواة يتمتع فيه الإنسان بحياة حرة وكريمة ومستقبل أكثر إشراغا وأملا متمنينا المنتل التوفيق والنجاح إن استجابة مملكة البحرين للأحداث والأزامات العالمية كانت وسوف تبقى منطلقا من الركائز الثابتة التي أرساها جلالة الملك المفدى وستبقى مملكة البحرين نموذجا يفتخر به في تبني السياسات الإيجابية على مختلف المستويات لتحقيق الأهداف التي دائما ما يؤكد عليها العاهل المفدى أيده الله ورعاه